أما الحالة الثانية فهي حالة الصلاة قائماً ابتداءاً وكيفيتها كالتالي الآن هو سيبتدئ الصلاة قائماً لاحظوا إخواني وأخواتي أن تقدم المصلي هنا مخل بالصف ولذلك الذي عن يميني أنا متقدم عليه والذي عن يساري متقدم عليه وفيها حقيقة شيء من قطع الصف ولأجل هذا إخواني وأخواتي من المهم جداً أن يبدأ المصلي الذي يصلي قائماً ثم يقعد في الركوع والسجود أن يبدأ بمثل هذه الطريقة يرجع الكرسي إلى الخلف بمثل هذه الطريقة ويقف مع المصلين بمثل هذه الطريقة يقف ويصلي بشكل طبيعي هكذا سوى الصف ووقف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يمكن تقولون الكرسي الذي الآن أخره سيسبب بضرر لمن خلفه وهذا حقيقة غير صحيح أو غير موجود لأن الذين في الصف الثاني قيام ما زالوا قيام صحيح قد يضر بهم حال السجود ولذلك الآن إذا قلنا بأن الشخص الآن يستطيع الركوع القيام والركوع يركع بشكل طبيعي بهذه الطريقة وسمع الله لمن حميده إذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود فبمجرد أن يبدأ الإمام في قضية الركوع بعد نزولاً من القيام يقدم الكرسي بمثل هذه الطريقة السهلة والحركة هذه لمصلحة الصلاة الحركة هذه لمصلحة الصلاة ولا تضر وإذا قام الإمام طبعاً خلاص يومئ الآن بالركوع ويومئ بالسجود مثل ما شرحنا ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية قام معهم وأخر الكرسي قليلاً ووقف في الصف بمثل هذه الطريقة ويكمل صلاته بشكل عادي هناك من الفقه من يقول بأنه يعني لو تقدم فإن هذا التقدم اليسير معفو عنه وذكروا شيء من هذا لكن حقيقة اللي يظهر لأن هذا حقيقة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأيضاً مربك لمسألة الصف فالتقدم الكبير بمثل هذه الصورة يعني يتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تسوية الصف ولذلك إخواني وأخواتي الحركة هذه حركة الكرسي تقديماً وتأخيراً بشكل يسير هذه لا تضر الصلاة